تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدة الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس مجلس مناء المؤسسة الخيرية الملكية هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفنا يا صاحب الجلالة أن نتقدم إلى مقام جلالتكم الرفيع باسم ونيابة عن أعضاء مجلس الأمنى ومضافية المؤسسة الخيرية الملكية والأيتام والأرامل المكفولين من قبل جلالتكم نتقدم باسم آيات الشكر والتقدير والامتنان على تكرم جلالتكم بتشريفنا للسلام على جلالتكم واستقبالكم الكريم لأعضاء المؤسسة الخيرية الملكية ومجموعة من الأيتام البحرينيين وذلك ضمن مساعيكم الخير لتقديم الرعاية الأبوية الحانية لهم والاطمنان على أحوالهم وتفقد احتياجاتهم والحديث معهم مباشرة مما يبين بجلال ما يحظى به الجميع في مملكتنا الغالية من حرص أبوي كريم على الرعاية والاهتمام ويبين الحب الكبير الذي يحظون به إننا نعاهد جلالتكم بأننا سوف نعمل بكل جهد وتفاني وإخلاص لتنفيذ توجيهات جلالتكم الكريمة وكلماتكم الحكيمة التي تفضلتم بها أثناء الزيارة والتي ستكون نبراسا للجميع يضيء لنا الطريقة واستراتيجية نعمل من خلالها في تقديم الرعاية المتميزة والشاملة لجميع الفئات المستحقة في مملكتنا الغالية دعينا المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم وأن يجزيكم خير الجزاء على أعمالكم وعطاياكم ومكارمكم السخية لأبناء شعبكم الوفي وأن يوفق جلالتكم إلى كل خير وأن يرزقكم مرافقة نبيه عليه الصلاة والسلام في الجنة مزاقا لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا حفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته